المترجم للقناة الأستاذات الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وداخلة عنوانها التشكيل الفنيني وتنثلاته في توليد دلالة الخطاب النبوي الشريف الهدف من الدراسة هو هذه الدراسة تقود النص النبوي الشريف إلى أنظمة تفكير الصوت ودوره في تنظيل أي استنطاق المكونات الفنينية بالنص من خلال ما أفرزه التشكيل الفنيني للنص النبوي تسهم في الكشف عن العلاقات الصوتية ودورها الدلالي على مستوى البنية العميقة المدلولة السؤال الذي تقوم عليه إشكالية البحث هل الصوت قيمة دلالية في بناء المنظومة اللغوية للخطاب النبوي وما ملامح تجلياتها في البنية لماذا يمكن للدواحر الصوتية أن تتآذر مع سياقاتها الدلالية وكيف ستلحم الأجزاء الفنينية لإدفاء قيمة دلالية على الأحداث اللغوية للخطاب النبوي الشريف هذا ما سنحاول إبرازه من خلال دراسة نماذج من الحديث النبوي الشريف باستكناه التشكيل الفنيني وتمثلاته في بناء طاقة النص المدلولية مفهوم التشكيل الفنيني التشكيل الفنيني هو النظام الصوتي الذي يحقق الوجود الفعلي باللغة فهو يبدي الصوت ذلك دوراً رئيساً في عملية التشكيل لأن الكلام لا ننطقه الذي ننطقه يحتوي تياراً مستمراً من الأصوات المترابطة للتعبير عن معالم مختلفة فالتشكيل الفنيني بهذا له أهمية كبرى في تحديد الدلالي للبناء الغري فالمتكلم يوصل دلالات مختلفة تتساوك والنظام الصوتي المستخدم في رسالة الكلامية من هنا يراجع الصوت أن الصوت في التشكيل ليس الصوت منفرداً بل هو الصوت القادر على إجابة تغيير الدلالي وهو الفنان من هنا التشكيل الصوتي هو مدار أصوتي زائد التكاة الدلالي الذي يؤديه هذا التسلسل الأصوتي الضواهر الصوتية وقيمتها التعبيرية في النص النبوي الشريف إذا كان القرآن الكريم يزخر في الضواهر الصوتية وقيمتها التعبيرية فإن السنة النبوية القولية تأتي في المجال الثاني باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي فمن يتأمل نص الحديث النبوي الشريف يرى بوضوح أنه يقدم جهداً تطبيقياً في مجال تتبع الضواهر الصوتية وطاقاتها التوليدية الدلالية من المؤشرات التطبيقية للضواهر الصوتية مع ما تؤديه من شحن مفهومية حاولنا أن نرصد طريقة الاستعمالات المتنوعة للصوت من خلال تقصي بعض نصوص الحديث النبوي الشريف نذكر منها يستعمل الصوت في النص النبوي استعمالاً متنوعاً بحسب السياق الذي يريد فيه والمقصود بالتنوع الصوتي هو مجمل التغيرات التي تصيب الفنام عند وضعه في سياق معين حيث يتحقق التنوع انطلاقاً من الاختلاف الموقعي للصوتي محدثاً تكثيفاً دلالياً ومعناً جديداً إشكال التنوع الصوتي في النص النبوي الشريف ودلالاته وسنبدأ أولاً مع التنوع الصوتي بالتكرار للتكرار حضور في الحديث النبوي يمكننا أن ندرجه ضمن دراسة التشكيل الصوتي إذا اعتبرنا أن المكررة ينتمي الأول ما ينتمي إلى الجانب الصوتي في اللغة ومن ثم تكون بنية التكرار ذات قيمة إقاعية تعمل على مستويين صوتي ودلالي يستغل النص القدسي نوعاً محدوداً من الأصوات للتعبير عن معاني محددة نذكر منها مثلاً صوت الهمزة صوت السين صوت القاف صوت العين صوت الرأ وصوت الجيم وهناك عدة أصوات أخرى سنقتصر على ثلاثة منها فقط نبدأ بصوت الهمزة صوت الهمزة هو صوت حنجاري مجهور شديد انفجاري لذا حينما يستعمله المتكلم فهو يستعين بجهره وانفجاره للتعبير عن انفعالات الغضب اي انفعالات نفسية صاخبة كرر هذا الصوت في بعض الأحاديث النبوية بشكل لافت للنظر منها قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه فصوت الهمزة هنا في كلمة بوائقه له دلالة خصة تعبر عن عوق الغضب والانفعال وربما هذا الذي جعل النبي يستعمل كلمة بوائقه عوض شره لما في الكلمة من صوت انفجاري يعكس الحالة الشعورية للرسول عليه الصلاة والسلام من غضب وانفعال على من يؤذي جاره صوت السين صوت السين هو صوت أسناني ذثوي مهموس رخو صفيري السين بصوته الخفي المهموس يستعمل لجلب انتباه المتلقي بما يخفيه من صفير كرر هذا الصوت في بعض الأحاديث النبوية بقصدية واضحة ودلالة مقصودة منها قوله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن تكرر صوت السين في أربع كلمات ليزيد من الانسجام بين المعنى المراد وصفات الصوت المكرر هذا التشكيل الفنيني متوفر في الحديث النبوي يصاحب دائما المعنى ليزوده بفاعلية تمنح الرسالة كل أسباب الوصول إلى المتلقي صوت القاف سأقف طبعا عندها صوت القاف هو صوت لهوي شديد مستعلي مقلقي القاف صوت قوي وقوته اكتسبها من كونه شديدا مستعليا ومقلقلا كرر هذا الصوت في بعض الأحاديث النبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم عاقبوا أرقائكم على قدر عقولهم فالعقوبة هنا تستلزم القوة لذا كرر صوت القاف خمس مرات ليشكل من خلال هذا التكرار نغمة قوية تتلأم وما في النص من معنى القوة والشدة التكرار الثنائي للصوت الواحد في المتل النبوي الشريف من أهم تنوع الصوت في الحديث هو استخدام صوتين في حديث واحد متكون من عدة جمال قد تساوت في عدد عناصرها كما في حديثه عليه الصلاة والسلام التحدث بالنعمة شكر وتركوها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب فصوت الراء صوت لثوي متوسط مكرر فالراء صوت إنسيابي هذه الصفة اكتسبها من حيث أنه متوسط بين الشدة والرخاوة تكرر هذا الصوت أكثر من مرة بحيث بلغ تكراره خمس مرات زائد تساوت الكلمات في عدد أصواتها فلو أخذنا النعمة شكر وتركوها كفر لو وجدنا نفس عدد الأصوات الجماعة رحمة والفرقة عذاب لو وجدنا أيضا أنها تتساوى في عدد حروفها من قوله أيضا الخير عادة والشر لجاجة قام الحديث على الجمع بين جملتين اسميتين فالمبتدى الخير في جملة الأولى يقابله المبتدشر في الجملة الثانية ويتفقان في الحرف الأخير والخبر عادة في الجملة الأولى يقابله الخبر لجاجة في الجملة الثانية ويتفقان في الحرف الأخير كل هذا يكسب الحديث توازنا تناغما تأثيرا صوتيا التكرار الثنائي أيضا نجده في قوله صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة فالكلمات الوالدة خبرا للحرف المشبهة إن مشتقة من الأفعال بخلة جبنة جهلة حزنة وهذه الأفعال تشترك فيما بينها في صوت واحد على الأقل بين بخلة وجبنة هناك حرف الباء بين جبنة وجهلة هناك حرف الجيل بين بخلة وجهلة هناك حرف اللان بين جبنة وحزنة هناك حرف النون إن هذا التنويع اللامتناهي في الحديث أساسه إيصال المعنى بأقل جهد يقول مصطفى صادق الرافعي كان رسول يحدث حديثا لو عده العد لأحصاه ثانيا التنوع الصوتي بالاستبدال التنوع الصوتي بالاستبدال نجده في جانبين اثنين الجانب الأول هو الاستبدال بين صعمتين اثنين وهذا الاستبدال يؤدي قطعا إلى دلالة جديدة والمقصود به أن يحل فونيم محل فونيم آخر داخل تشكيل صوتي معين فينتج تبعا لذلك تغير صوتي يؤدي إلى تغير دلالي يتبعه تأثير تلقائي في معنى السياق الوالدي منه قوله صلى الله عليه وسلم تنقى وتوقى أي تخير الصديق ثم حضره فهنا نلاحظ استبدال بين النون والواو على الرغم أن النون والواو يختلفان من حيث المخرجي ومن حيث الصفاء أيضا فالنون هي لثوية أما الواو فهو صوت شفوي لماذا يا ترى هنا نجد هذا الاستبدال الذي استخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أن استعباله كان كأنه وقز لأدن السامعين حتى يلتفت إلى هذا الفرق الصوتي بين الصوتين ثم يلتفت أيضا إلى الفرق الدلالي بين هذين الخلمتين النوع الثاني من التنوع الصوتي بالاستبدال هو تنوع بين صائتين اثنين والمقصود بهذا النوع هو أن تتفق لفظتان في نوع الأصوات وعددها وترطيبها إلا أن إحداها تخالف الأخرى في الحركة منه قوله صلى الله عليه وسلم العدل جنة واقية وجنة باقية اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي إن الإنسجام الصوتي بين كلمتين جنة وجنة خلقي وخلقي قد أحدث فارقاً صوتياً مما يجعل المتلقي يدرك الاختلاف في دلالتيهما وبالتالي التمييز بينهما وهذا يجعله أكثر تفاعل مع النصي التنوع الصوتي هناك عدة جوانب تبرز لنا هذا التشكيل الصوتي للنص القرآني عفواً الحديث النبوي الشريف لكن سأكتموها بخاتمة سأجيزها أيضاً هذه الخاتمة بما يلي ممكن أن نرد منابع التشكيل الفنيني في الخطاب النبوي الشريف إلى أولاً أن التنوع الصوتي في الخطاب النبوي الشريف يتأسس على تألف أصوات الحروف في اللفظة الوحيدة فضلاً عن الأصوات المكررة وأثرها في توليدي وتوجيه الدلالة ومعنى ذلك أن التنوع الصوتي يؤدي دوراً في التوليدي والتكثيف الدلالي ثانياً يتسهم النظام الصوتي في الخطاب النبوي الشريف بالقدرة على استخدام طاقات صوتية عديدة مثل التوليدي الدلالي بواسطة التكرار والاستبدال والزيادة والقلب المكاني شكراً أيها الحضور على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر